اشتركوا في القناة 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 الجزء التاني هنتكلم فيها عن هي دي بقى انواعها احنا عايزين نعمل محترم نصممه وفيه انواع محترمة هنمشي عليها تمام زميلتنا وفت المرة اللي فاتت عند لكن هفكرك كان فيه ثلاثة معناها ان انا اكون على حاجة معينة يعني بمعنى ايه ركز على هدفك انا التمرين ده عايز اركز مثلا على يبقى خلاص انا الشخص ده والمريض اللي جالي ده عامله تمارين كلها على يعني خليك ركز على هدفك الجزء اللي هو عايزه اركزله عليه تمام ده ستيب وان ستيب تو فكرك فيها تاني اللي هي ترينج فريقونسي يعني ايه عدد المرات السيشن في الأسبوع او بير دي تمام تمام طب بتعتمد على ايه ترينج فريقونسي ها مين فاكر افتكروا كده معاي برافو عليك معتمد على الانتر اكشن بين الديوريشن والانتنستي ودلوقتي هنتكلم فيها بقى وحنتكلم من الصباح فيها ستيب ستيب بقى وهي ترينج انتنستي نفسها ازاي بقى اعرف ترينج انتنستي وازاي احسبها وموال طويل هنتكلم فيه طول المحاضرة ويلا بينا نبتأ عشان الشغل التقيل جاي الترينج انتنستي بصوا يا شباب فيه موديريت انتنستي وفيه فيجروس انتنستي اكسرسايز افرع ما بينهم ازاي قالك حاجة بسيطة خالص انت لو انت قادرت انت تتكلم بس عادة انت بتعمل اكسرسايز بابا انت كده بتعمل اكسرسايز نوع موديريت تمام um طيب لو انت بتعمل يعني عنيف جدا خلاص انت مش هتدر اصلا انت تتكلم غير يا دوب بعض الكلمات يعني تشدر تتكلم كلمات اصلا غير يا دوبك وحتى هو هتعوز بعد ما تكلم كلمتين تاخد نفسك اللي هو مش قادر تمام يبقى نفرق بين المودرات وال المودرات يا دوب انت كان تمام يعني دوبتور تتكلم كلمتين بس كده بعد كده تبدأ تاخد نفسك لنفسك وقتها بيكون يعني ايه اللي بيروح يعني تمام بص بقى شباب الحتة اللي جاء دي معتمدة على الادابتيشن فاكر لما قلنا في الجزء الأولان ان انا جسمك لو انت مثلا جالك مريض او جالك لاعب وشايلته مثلا في البداية وزن مثلا اتنين كيلو فترة 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 هو خلاص تعود على اتنين كيلو ده هل بعد كده هو هيتحسن هو وصل لمستوى معين هل عايزيت بعد كده لأ مش حايزيت غير لو انت عملت له ادابتيشن يعني ادابتيشن انت تبدأ تعمل عن طريق حكتين اتنين انت تعمل انتر اكشن بين الانتنستي والديوريشن الانتنستي والديوريشن تنستي يعني شدة التمرين تلك التمرين عامل ازاي يعني خفيف ولا جامد شوية ولا اكتر من كده والديوريشن الفترة المدة نص ساعة ربع ساعة وكذا يبقى الادابتيشن معتمد عليه على حكتين مهمين جدا خلي بالك منهم معايا وديوريشن طيب مفيش علاقة ما بينهم يعني امشي ازاي فيهم في التمرين لا عندهم علاقة مهمة جدا انت كل ما زودت كل ما زودت في في التمرين بتاعك لازم معاهد ديوريشن تبقى لايلا تمام لانت لما تعمل تمرين شدته عالية انت هتتعب تريد انت تخلي بتاعته ولايلا شوية عشان جسمك يحصل لعادي اتشن معايقة وتدورت نتكمل التمرين للااخر تامام يبقى اتشن انزاب اتشن انزاب اتشن كثيرا ايضا اتشن كثيرا ايضا اتشن كثيرا يبقى هم حاجة الاساسة عندي ايضا الانتنستي ومعها الديوريشن كل ما كانت الانتنستي بتاعتي التمرين عالية جدا كل ما كانت الديوريشن لازم تيبقى قليلا تمام تمام طيب دلوقتي دي احددتها ازاي احنا عملنا نتكلم دلوقتي من وعملين من اول جزء اولان المحاضرة دي احددتها ازاي دي لها كزا طريقة هنتكلم فيهم سوا اول حاجة من الفاكر الفاكر اللي احنا كنا بنجيبها قبل كده لما وطلت لك مسلا اللي حيطلع العيان ده على التريد ميل واجب سبعين في المية من الفاكره افكرك الفاكر كان بتيجي ازاي ان انت كنت بتعمل التمرين باقصى شدة عندك فهو ده الوكسوجين عندها يعني انت عملت التمرين باقصى شدة واستهلكت الوكسوجين في الحتة دي ادي ايه هو ده الوكسوجين بتاعك انا عجب لي التنس بتاعتي بتاعها الوكسوجين بتاعها تكون نسبة من الوكسوجين نفسه تمام متخيلين يعني مسلا نقول مسال هو الطلع دلوقتي عيان ده على التريد ميل وعمل بماكسيمم يعني اجاب اخره تمام وشفت ايه هو استهلك اكسوجين ادي ايه تمام فعرفت في الفيوتو ماكس تمام واللي يكون مسلا نقول ميت ميلي لتر انا عايز احسب الانتينستي انا عايز اجيب اشتغل على انتينستي في الفيوتو ماكس اخد نسبة منها نسبة منها هي انا عايز اشتغل في التمرين بتاعي على سبعين في المية انتينستي يبقى اجيب سبعين في المية من الميت ميلي اللي هو اخدهم يبقى انا هشتغل على اكترصائي سبعين في المية الانتينستي بتاعته سبعين في المية في امت الفيكرة يعني انا باخد نسبة من الفيوتو ماكس بس كده ده اول واحد تب تاني طريقة تاني طريقة ان انت بتاخد المكس ام هارتريت وبتاخد منه نسبة تب تخيق يعني مسلا انت المكس ام هارتريت بتاعك تطلع على التريد ميل تعمل التمرين بتاعك جبت مسلا المكس ام هارتريت وليكن نقول مسلا مية وعشرين تمام مية وعشرين دي انت هتاخد منها نسبة تشوف انت عايز توصل على حسب حالة الموريد من اللي جالك وحسب اللي اللي انت قال له عايز مسلا تلعب على سبعين في المية من الانتينستي فهتاخد من المية وعشرين اللي هو ده هتقض منه سبعين في المية. تمام? طيب مسلا المية وعشرين ده انت بتعرفهم ازاي? النوع عطريك جهاز. طيب بفرض انت معندكش جهاز. هتجيب الهارت المكسيم ازاي? قال لك بقى يعني ايه? في طريقة تانية. عن قولها بقى ان ايه هنا? عن طريق ايه جولد? عارفين عمر الانسان. تمام? يعني هنا مسلا قال لك في معادلة عندكم اللي هي مئتين وعشرين. تمام? نايس منها هتجيب دي طريقة تانية تجيب دي لو انت ما عندكش جهاز يحسب لك اللي هو عدد ضربات قلبك في الدقيقة. تمام? فدي الطريقة التانية ان انت تحصل مئتين وعشرين نايس عمرك. طيب اللي هيكون مسلا عيان مسلا عنده مسلا اللي هيكون خمسين سنة. فمتين وعشرين من خمسين في عادي. فهيبدять تقريبا كده مئة وسبعية. المئة وسبعين دول هو دة اللي انت جيبته اللي هو المكسب وعطالة انت حسبته. الجديد. عن طريق معدلة تحسب بمئتين وعشرين تنقصوا من العمر بتاها. تمام? مئتين وعشرين هدد بجتاعه. فليكل مسلا قولنا انه عنده خمسين سنة. فماتين وعشرين مقص خمسين. بتيبقى مسلا مئة وسبعين. اللامكان مئة وسبعين دي انت كده المكسابة المهارتريت بتاعها. يبقى انا كده وصلت حرجة تاني تبقى هي النسبة من المكسابة المهارتريت. يعني مسلا عازة عازة خليها مسلا تمانين في المية فتبقى تمانين في المية من المية وسبعين لانا جبتها. اللي هو امتين وعشرين نوص عمر مسلا اللي كان خمسين فتبقى مية وسبعين. اجيب مسلا عازة هخليها سبعين في المية مسلا هتبقى سبعين في المية من المية وسبعين. في ممت الفكرة عاملة ازاي? تمام. طيب الطريقة الثالثة معانا هتبقى ايه الطريقة الثالثة تبقى اسهل منه ماوي يعني رايحة العيان ورايحة نفسك زي ما بيقول الطريقة الثالثة عن طريقة حاجة اسمها ريتنج يعني ريتنج معاناها ان انت في سكيل معين بتدوله اللي هو من 0 إلى 10 بتقوله انت قيم نفسك حاسس كده ان انت نستي بتاعة التبانين ده انت تدقى كان تدقى كم من 10 متخيل انت هتقوله انت هتعمل التبانين وقوله ادي لنفسك انت الانتنستي تحتك دي انت تدقى لنفسك كم من 10 هو مثلا نجد رقولك بقى اتنين تلاتة اربعة دي طريقة تانية لكن دي يعني ايه احنا بمفضلاش بصراحة وانا نفسي بمفضلاش لانها يعني مش اكريت قوي هو الافضل حاجة ان انت تحسبها له من يما تحسبها له من دول اضبك اتنين يعني تمام طيب دلوقتي انا حددت الانتنستي خلاص اقسم بقى الانتنستي ازاي في شغلي انت عايت تشغل العيان ده على لايت انتنستي ولا مودرت ولا في جراس في تقسيمة في جدول هنا معانا هوت هيشوف لنا نمشي عليه ازاي وسهدنا بالموضوع لو انت لايت انتنستي يبقى انت الفيوتو ماكس بتاعتك من 29 تمام 39% فيوتو ماكس طيب الماكس المهور تريت يبقى من 50 إلى 63 اللي احنا قلنا عليه اللي هو ادي بديك كم من 10 فهو هيبقى اقل من 5 اقولك انا اقل من 5 من 10 تمام طيب لو مودرت يبقى لازم توصل الفيوتو ماكس يبقى من 40 إلى 59 الماكس المهور تريت من 64 إلى 76 السكيل بتاعنا يبقى من 5 إلى 6 من 10 تمام لا الفيوتو ماكس من 60 إلى 84 طيب الماكس المهور تريت يبقى من 77 إلى 93 السكيل بتاعنا هيبقى اكبر من او يساوي 7 تمام تساوي اقولك 7 من 10 يعني بالتقري فيها 7 من 10 المهم يا ولدي يعني الجدول ده مهم جدا في الامسيكيو لان هو هيلعب معك في الامسيكيو على الأرقام كان ديما بجلد في الجدول ده في الامتحن بتاعنا يا الدكتور بتحب تلعب اوه في حكات الأرقام دي يعني هو الجدول ده مهم جدا واي جدول في المحاضرات عليه امرسيكيو للصبح يعني تمام فتتخليوا بالكم منه يعني وتركزوا عليه قوضيني قولت اوه تركزوا على الجدية وال فلصنا كده اللي هي اللي بتنستي وتكلمنا فقط باستفاضة تمام? خشبه على دي اكسرسايز ديوريشن ان ديوريشن. تمام? ايديوريشن بتاعة اكسرسايز والفوليام بتاعة وحجمه قدية والديوريشن بتاعة بتاعة قدية. طيب اكسرسايز ديوريشن قال لك اوقف يعني مع الوقت الديوريشن ده موضة الاكسرسايز دا اده روبع ساعة عشر داية خمس داية فيه براحتك. فدي ايه الديوريشن لها الوقت? تمام? دب بتتأثر بيه الديوريشن بتأثر بيه الانترس تي. فاكن لما وقتلك في الاول عدت عاد لك فيها. لان وقتلك كل ما الانترس يتبقى كبيرة وقوية في لازم تبقى الديوريشن قليلة عشان يحصل الادابتيشن لان كل ما شده تبقى كبيرة لازم انا اخفف معا في عشان يقدر يكمل. فدي حاجة مهمة ان زا لونجر زا لور زا اللي هي علاقة عكسية من الاخر يا شميل. اللي هي علاقة عكسية بين الانترس تي والدوريشن. كل ما كانت الانترس تي عليها كل اللي لازم تبقى دوريشن قليلة. لا اكتر ولا اقل. سهل ازاي? ما فيش اصهل من كده. قال لك بقى الفوليوم بقى الفوليوم اللي هو الحجم الاكسرسايز عامل ازاي? في مهاد لك كده حاجة ضربة حاجة ضربة حاجة ايديك الفوليوم بتاعك اللي انت تحسيبه. بطريقة سهلة قال لك ازاي بقى? النمبر اوفي السيت في النمبر اوفي الريبيتشن في الويتليفت مش فهم حاجة. افهم المكسية. الويتليفت دي تعالي ايه ده بقى اللي هي المفهومة قدامنا? الويتليفت دي يعني ايه? يعني انت مسلا هتشايله وزن اوليكم مسلا اتنين كيلوه. هو ده الويتليفت. تمام? طب ايه بقى النمبر اوفي الريبيتشن? عارف في الناس اللي بتروح الجيم هديفها من كلمة ده اكتر. تاكر لما انت بتروح الجيم مسا كده وتقول لك يا دكتر ايه كوتشان عايز اه العب مجموعة كزا وحيقول لك العب تلات مجموعات اربعة مجموعات هي ايه المجموعات دي? المجموعات دي معناها ان انت مسلا المجموع مكونة من كزا عدة من تمريل معين. وليكن مسلا انت بتلعب تمريل على البايسيبس. تمام? تمام. فانت عملت مسلا اللي هو عشر عدات اللي هو ها في نيوترال كده عادي. تمام تسعين وتطلع بقى ايه? تمام? واحدة. التانية. التلت ترفع بالضمبل. الرابعة. الخامسة. الستة. وليكن مسلا لحد عشر مرات. دول عاداتهم كام عشر. لكن دول مجموعة واحدة. اللي هي مجموعة واحدة مكونة من عشر عدات. فكده مجموعة واحدة. وليكن مسلا حنقول حنقزل النبرة مسلا هنا تلاتة. تلات مجموعة. وكل مجموعة فى عشر. فيه بقى تلاتة ده عدد المجموعة اللي هو الستة. في الريبيتيشن كل مجموعة فى عشر. يبقى تلاتين. وقلنا بتاعنا ما كام. وليكن مسلا الخمسة. تمام? فتضرب تلات ارقام دول فبعد يديكم بتاعك. شفت سالة ازاي? تمام. طب فيه بقى اخو الفوليوم واللي هو اجمد منه شوي. اللي هو ايه? اقول له كسي. اللي هو ده حاجة تانية بنستخدمها معنا فيه اللي ما انت بتحب تجيبه. بس هو بيكون معتمد على الانديورنس. فيه? اسمه ايه نفس المعادلة بس هنجدر بقى شوية حاجات كده. الانتينيستي. الانتينيستي. والانتينيستي هنجيبها ازاي? هم? لا لازم تقول. الانتينيستي احنا قلنا ده احنا يعلم في نكلم فيها ده احنا قلنا فيها بثلات طرق. يما البيوتو ماكس. الماكس المهار تلاتي اما. تمام? اه. تب الديوريشن بتاعة الاكسرصيد. دي امرها سهل. وليكن مسلا تقررت تتلع معها مسلا خمستاشر. خمستاشر دقيق. تمام? المسافة اللي هو حيمشيه. وليكن مسلا هو مسافة مسلا وليكن هو انا نقول مسال مسلا على جارية ولا حال. جارية مسلا هو بيجرأ وبيتماشى. فمسلا حيتماشى مسلا خمس دقيق. حيبطوا على مسافة مسلا وليكن مسلا ميت متر. في انتينيستي مسلا انا هسيبها مسلا ما تكون مسلا سبعين في المياه. تمام? تضرب تلات دول في بعض. هيديك الاوروبك انديورنس بتاعك. تمام? اديوريشن هتحسبها. المسافة هتازهاله. والا انتينيستي حتى هتعلمنا نجيبها بثلات طرق. تضربهم في بعض يديك الاوروبك انديورنس ترينينج فوليوم. لكن الفوليوم نفسه في الويتليفت. تمام? تمام. انا بكرر بس وزيد عشان تفهم. يعني متملش مني بقى وقت زق. خامس استيب معانا وهي الاكستيب معانا وهي الاكستيب معانا. انا وصلت معا لحد معين. هفضل افضل وايفة لحد هنا. لا انا لازم الاكستيب بتاعي يبقى بروكريشن ولازم يكون بيتطور عشان ادخله مثلا اللي هو مثلا بيلعب لعبة مثلا وعنده مسابة وعنده تقع عنده وبطولة ولا حاجة يبقى انا لازم امشي معاه على الاكستيب الاخيرة لازم نحسن من الاداء اللي هو فيه. تمام? تمام. طيب قال لك يا ايه في الاوروبك انديورنس بروغرام? بيزيد. بينفول في ايه? والفريكوانسي والديوريشن. تمام? فاكر لما انا قلت لك ان احنا اهم حاجة عندنا في الاستيب. قلت لك الاول كان في الاكستيب كان فيه فاول الفريكوانسي دي مهمة جدا. الديوريشن والانديوريشن وعدنا نتكلم هنا كل ما الانتنس تكون عالية كل ما تكون ايه? ولايه لا. تمام? طيب عايز دخلك بال في الموضوع الفريكوانسي اللي هو عدد اتكرارات او هو عدد لو كانت الفريكوانسي عالية يبقى لازم يتدرشن تبقى ليلة. متخيب? ولو كانت الفريكوانسي عالية لازم تبقى ليلة. فهمت العلاقة? العلاقة يعنى عكسي. تمام? يبقى بتاعيب انت هتطور فيه. يعني انت بتعمل تمرين حتطور ما نفسك ازايك? كنت بتعمل خمس دايقang ايه بعدة كده بتعمل العشر دايقانimana كده وتتورت في ايه في الدوريش صح؟ صحة وكنت تلعب على السبعين في المية بيوسو ماكس شروع ميساً بتلعب على تسعين في المية وانت كده وانت كده تتورت في ايه في دوريشة لا جيت في الانت passe طيب كنت بتيجي مسلا تلعب مرتين في لأسبوع بعدها كده yeni ما هرت تلعب أربع مرات ببنت كانت زودت في في المادتي تمام تمام بس في حاجة مهمة وتخلي بالك منها وبتيجي في كتير في الامتحان في الامسكيو ان الزيادة في الانتينست او الديوريشن ما ينفعش زيد اكتر من عشرة في المية بيرويك. حتة دي مهمة جدا 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 وبتلعب على في الامتحانات وامسكيو. تمام? الرقم نفسه الرقم نفسه بيتلاب عليه ويجي عليه سؤال في الامتحان. تمام? تمام. يبقى ان انت كل اسبوع ما تزوجش اكتر من عشرة في المية في التلات تغيرات بتوعك. التلات متغرد بتوعك. تمام? تمام. طيب. دلوقتي احنا خلاص عرفنا حنعمل حسابنا وحسابنا كل حاجة وعرفنا ازاي بنفكر ان احنا نعمل بتاعنا وازاي كل ما تبقى عليها انزف و تبقى عليها وهكذا. طيب ايه هي بقى انواع الاندورانس ترينينج برو جرام. انت عملت وقال لي عايزين نعمل نصمم برنامج وصمم برنامج هي فين البرنامج انا عايزة اعمله عليه? احنا عرفنا الاساسيات فيها فين بقى البرامج احنا نمتلوش انواح جاي كلمك فيها وقولك الترجل بتاعتي. عندنا خمسة انواع يعني خمس برو جرام. بحنمشي فيهم بقى وهنتكلم فيهم شوية مع بعضين. تعال بقى اقول لك عليهم. اول حاجة ده تخلي بالك منه لانه مهم. تمام? انا حتى ملوك لوحده كده ايه? من غير الليل العلامات دي. يلا نبدأ بقى فيه. تعال اقول لك بقى الجدول ايه? السحرة. تمام انا قلت لك الجدول يبقى امتحان. على طول المحضرة دي فالجدولين. الجدولين بيجوا في الامتحان. اده انا قلت لك اهو. والجدول ده بالزيت. الجدول ده يعني ايه? ريخين شوية. شوية. لكن بعد ديتين تلاتة هو هيبسع حاجة بالنسبة لك. تمام? ان شاء الله يعني. مص يا سيد. اول بروجرام معنا او اول ترينج طيب معنا اسمه تعال كده افهم. واسمه كده. اسمه ليه كده. اسمه ليه? دي خلينا بالك من هي بتشير ان مدة الدوريشن بتاعة الترينينج ده عالية من 30 إلى 120 دقيقة من 30 إلى 120 دقيقة سلو ديسة معناها ايه معناها انه بطيق يب مش فهم يعني البطيق في ايه هقول لي كثير انت مثلا لما بتبقى بتسمع محضرة مثلا مدتها مثلا ساعة ولكن ساعة انت مشغلها مثلا على 1x الصورة العادية معدي ببطيقة شوي صح انت لو شغلتها على 1.5x او على 1.75 الموضوع هيبقى ايه اسرع فهو هنا 30 إلى 120 ده كثير لونج عشان كده الموضوع هيبقى بطيق معاك فهمت الفكرة ازاي انا كده وصلت لك بالنظام سماع المهضات ويكسب كده عشان تفهمها يبقى هو لونج وسلو طويل بس بطيق عشان كده في الكنسي تحته في الاسبوع المرة المرتين تمام تمام الانتنستي الانتنستي هنا بقى 70% من ال وخلي بالك 70% هنا مش كتيرة ما دخلش الناس 70% كده كتيرة لا ده كده يعتبر هنا قال لي حاجة احنا كل شوية ما نوصل للتاني هتلينا بنعلى وبنعلى وبنعلى يعني ده كده يدوب كده بنقول ايه بنسخن الاولاني كده ده كده جنبه يدوب كده لسه بنسخن على الهادي التاني ده البيستيمبو ده البيستيمبو ده هنا غرضه ان انت يدوب تعوده على المنافسة عشان يتعود بس على احساس اللي هو البطولة اللي هو داخلها ده البيستيمبو عشان ينتفى بس سألش نفسك انا عارف لك تسأل نفسك السؤال ده انا عارف ان انت هتسأل نفسك السؤال ده هو يعني البيستيمبو اصلا البيستيمبو ده الكلمة دي على البضاء يعني معناها ان انت بتعود نفسك على احساس المنافسة في المسابقة نفسه تمام؟ عشان لو ايه؟ بتبقاش متخيل ان الكلمة غريبة او معناها ايه اصلا الفريقونسينا برضو زي من المرة المرتين في الاسبوع لكن اقل شوية ليه؟ عشان اللي جاي اللي اقول لك عليها اللي هتديه عشرين تلاتين منات طب الانترس دي الانترس فتحته متخيل عندي او اعلى منه شكل متخيل؟ يعني عندي يعني اللي هو مش قولنا فيه اللي هو لاختك اسد بيبدأ يتكون عندك في العضلات بعد نبتعي من التمريد بعد وقت معين بيبدأ يتكون عندك اللي اصد ده في جسمك او في العضلات فهو عندك فانت لما توصل عند اللي اصد تحتك المعنى انه كده انه تقيل شوية انت وصلت للي اصد نفسه لكن في الاولاني كان ايه؟ 70% بيوتو ماكس يعني حاجة بسيط لكن لما توصل تخلي الانترس تحتك لعندي او اعلى منه سي فتبقى انتك كده عالي شوية تمام؟ يعني كده انت كده بدت تدخله شكده قلت لك انه ده بتدخله في احساس التنافس في المسابقة تمام؟ طيب الانترفل بقى رقم تلاتة انترفل يعني ايه؟ اقول لك اللي هو ايه؟ بتفصل بقى شوية يعني انت عملت شوية هترايع شوية عملت شوية هترايع شوية الفريكوانس برضو بيرويك المرة لمرتين في الاسبوع تمام؟ تمام الديوريش هنباينة ثلاثة لخمس ده متخيل يا كنا في الاول من تلاتين للمائة وعشرين بعد كده بينها من عشرين لتلاتين بعد كده بينها من ثلاثة لخمس ده لانه هنا قوي قوي جدا الانترفل تحته بتوصل لقريبة جدا من متخيل يعني عدى عدى لكترس ريشو ده اصلا واصل خلاص لل قرب منها موصلش بظبط لكن قرب منها خلاص عشان كده قال لك واحد لواحد بمعنى ايه؟ بمعنى انه مسلا لو اشتغل عشر ده لازم يلاقي عشر ده زيهم تمام؟ والمدة بتاعته تلات لخمس دقائق متخيلين؟ تمام؟ الرابع معنا اللى هو وده عنيف جدا تمام؟ ده يعني اسمه حتى لو عالي جدا عشان كده حتى تحته مرة واحدة مرة واحدة والدوريشن بتاعته قليلة جدا بخلي بقىك لاحظتنا قليلة من تلاتين لتسانين ساكن والدوريشن قليلة يبقى الانتينست على طرح تكون ايه؟ ها؟ قول انت بقى عالية جدا اللي قبلها كنا يضوب قربنا خلاص على وشك لكن هنا احنا خلاص فاهمين اللي ستب معايا اللي في المرة الاول لنا كنا سبعين في المية المرة التانية عند اللاكتيت المرة التالتة قربنا المرة الرابعة عدينا متخيلين؟ وبن كل مرة الانتينست تختلف ليه؟ على حسب الديوريشن وحسب الفريقونسي تمام؟ عشان كده كنت تبقى ركز عليك في الاول بقول لك كل مكانة الانتينست عالية كل مكانة الديوريشن قليلة تمام؟ تمام الفارتريك بقى التانية الاخير ده اللي هو بقى ايه؟ خد من كل حتة شوية الفريقونسي برضو زي اخو الهاي انتينست مرة الديوريشن بتاعته من عشرين لستين دقيقة يعني ايه؟ معقول معقول شوية لكن الانتينست تحته بقى عاملة ازاي؟ قال لك ان احنا هنا بنعوده على كل حاجة يعني هو ومسك اتنين اتنين فاريس بين اتنين اللونج سلو دستانس والبستيمبو يعني هو دامج اتنين مع بعض يعني الاخير ده واخد من الاتنين اللي قبله يعني هو مش جديد واخد اتنين اللي قبله اللي هو الولين خالص اللونج سلو دستانس والبستيمبو بيبدل كده ما بينهم بتمشي الاول على النظام ده فحاكياة تمشي على النظام ده والمدة بتاحته من عشريني لستين دقيقة الفيريكوانسي بتاحته مرة في اليوزبو يعني هو بتخب من ده شوه ده شوية ميكس نظام ميكس مع بعض تمام? يعني هو مش جديد لا هو ضمن بس الاولاني والتاني فبعض تمام? تمام شحنبه تاني الجادوة ده مهم جدا مهم جدا وخصصا الدوريشن مهم جدا الدوريشن والنتينستي التلاتة مهمين. بيلعب عليهم في الامتحان يعني يجيب لك مثلا ويقل لك وتحته يجي لك اختيراته. واحد لتلاتة واحد اربعة واحد بس. واحد اتنين. اختار انت بقى واحد اتنين. تمام? او لك مثلا من تلاتين لماوة وسبعين منت او تلاتين لماوة وعشرين او ربعين لماوة وسبعين. وهكزا هي لغبط لك الارقام. فزن تبقي فيما كويس. الان تنس تقول لك العدد صوري مش هلد مسلا ولا سبعين في المية الفيوتو ماكس ولا عشرين في المية ولا اربعين في المية وهو دي لعب معيك. لا تبقى انت عارف سبعين في المية الفيوتو ماكس. وكزا هيبغير في الارقام. يغير في اكتر من تلات اربعة سلة في المحاضرة دي من الجدول ده النفس. انت من خير? عشان كده قلت لك ان الجدول مهم جدا. واي جدول في المحاضرة دي امتحان على طول. تعالى بقى نتكلم في كل واحد في من بشيء من التفصيل شوية. احنا قلت مش هنطول يعني احنا قربنا. احنا قلنا هنا هيبقى اكبر من المسافة بتاعتك. بصوا شايفا لو انت داخل منافسة مسابقة عشان نفهمها. الهنا مثلا وليكن هي هتجري كيلو مثلا. كيلو يعني الف متر. هنا في النظام ده في النظام هتبقى اعلى المسافة بتاعتك هيكون يعني مثلا هو هنفرض المسافة مسلا ماشي على كيلو. احنا مسلا هنخليه اللي هو يعمل عليه كيلو ونصف. تمام? والدوريشن التلاتين برضو. تلاتين منت لحد طو اورس. تمام? احنا قلنا مئة وعشرين منت اللي هو طو اورس يعني. والسبعين في المئة. والانتينيست يعني انا قلنا ايه? يعني هو في المسابقة. فاكر احنا قلنا في اللونج سلو. ها اللونج سلو كان الانتينسي كات كام? ها قول. قول بقى سبعين في المئة. نسى سابينها دلوقت. طيب المنافسة بتاعتنا مش نمسى على سبعين في المئة. يعني هو لو داخل المنافسة بسبعين في المئة في اوتو ماكس هيخسر. لكن هو هنا قال لك ليه? اللورزين اللورزين الكمبيتش. هل انت كده عصد يخسره? لا انا مش عصد اخسر. انا يا دوب. ده ايه? انا قلت لك بالاول ان هو عالهادي. احنا النزام الاولى كده بنسخن يعني زي ما قولت. مش انت او تدخلت من الاتور كده عايز سخن شوية. اهو ده لها نزام التسخيل. عشان كده احنا اقل من المنافسة نفسها. لكن كنا بنزود على السوبرتو كنا بنزود المسافة. فاهمين? فاهمين? يعني الميكسر عامل ازاي? ان انت خليت المسافة اعلى من لها مسافة المسافة نفسها. لكن خليت الانتينستي اقل بتاعت الكمبيتشن. سبعين في المية. لكن هو مفروض لما اخش المسافة هتيبقى اكتر من كده يكون جهز على ثمانين في المية على تسين في المية. تعاملين الفكرة عاملة ازاي? اكتب جنبها كده فوق. لسه ايه? لسه بنقول يا هادئ او بنسخن. عشان تفتكرها وانت بازاك. طيب. ايه هاميته بقى التسخين ده هاميته ايه بقى الفيسيولوجيكة البنفسة بتاعته? اول حاجة ان هو بيحسن الكارديوباسكال والسيرموينجرولاتري فانكشن. الكارديوباسكال بتاعك ان هو بيحسنه جدا. والسيرموينجرولاتري فانكشن ما يحسنه جدا. ان هو بنظم العملات اللي ده هتكارديوباسكال بتاعتك بيحسنها. القلب بقى والدورة الدموية الحاجات ده كلها بيحسنها. والسيرموينجرولاتري بقى درجة حلقة جسمك وكده. ده مهم جدا. طيب تانية حاجة. بيحسن المسل كباستي. يعني بيحسن انها اطلع لك انرجي. مصدر للطاقة. تعرفين طبعا الميتو كنديريا مصدر للطاقة? فحافز ان هو كنديريا انها اطلع عليك انرجي. تمام? تمام. ثالث حاجة بيزود استخدامك للفات. اللي هو افاكرين اللي ما كنت بقولتلك قبل كده في المحاضرة اللي فاتت. لو كان اقل من سبعين في المية كنت بتستخدمه. اللي هو الاعتمادك على الديوتواليزيشن كان بيبقى على الفات اللي ما كنت بقى اقل من سبعين في المية. فاكرين الحيطة دي ولا مش فاكرينها? افكرك بها. فاكر لما كنت بقول لك ان انت لما تستخدم في الفيوليزيشن لما انت بتستخدم سبعين في المية من الفيوتوماكس بتاعك وتستخدم تتعتمد على ايه في الغزاء بتاعك او بتاعتك على الكربوهيدريت لما كنت توصل لسبعين في المية. لكن كنت بقول لك اكتر من سبعين في المية كمان. لكن لما كنت توصل لسبعين في المية نفسها او اقل من سبعين في المية اقل كمان كنت تستخدم هنا وقتها من الفيوليزيشن بتاعك كنت تستخدم مين كمصدر طاقة بتاعتك. كان الفائت نفسه. مش الكربوهيدريت. فاكلين الحتة دي. عشان تفتكر الحتة دي من الحتة اللي فاتت. في اللي هي العوامل اللي كانت بتعمل على اللي هي رقم سبعة. اللي هي تمام? تكلوها منها. اخر حاجة من عنا ان هو بيحسن اللي بيحسن اللي كتب مصل. مش انت بتكون عندك اه مفروض انت بتعمل تمرين بتكون عندك بقى الحمد اللي كتب في العضلات وكده. هو بيحسن ان انت يحصل له ان هو يحصل له كدير اول باول. لان هو بيبقى بسيط. شو يطلعك ان هو رسه بنسخن على الهادي. تمام. خلاصنا الى اولاني. التاني بقى. بتاعته تمام? اللي فات كان ايه? كان اهل شوية. لكن هنا اعلى. ليه? ان انا كده عايز ادخله باحساس جو المسابقة نفسها. ويكون كورزبوند بتاعي. يعني انا بقى اعمل موازنة. وبين ان انا اراعي ان تكون اعلى صحيح من اللي احنا داخلين فيها بتاعت. ولكن على حسب بتاعي. فان من الفكرة? تمام. اهم حاجة تكون تبقى عارف ان هي. عشان تبقى في اللي بالكم. ليه? لان انا اكتب كده اكتب جنبه. اكتب كده جنبه في فوق. عشان اعوده على احساس الدخول في المنافسة. اكتب كده جنبه عشان طيب بتاعته بقى ايه? بيحسن الباضي قابلتي ان انت تستي معناها ايه? يعني انت بيتزود الاحساس بتاعك قدرة جسمك ان انت تخلي الاحساس بتاعك ده. تخلي جسمك يتعود عليه. في السباق بتاعك ده. فهو اتزود احساس احساسك بالسباق. عشان اقولت لك ان هو بيعود احساس المسابقة عندك حساس المنافسة هو ده بالظبط. يزود الاحساس بتاعك ان انت خلاص دخلت جوه المنافسة لان انت ليه تحتك اعلى من الكمبيتشن فيهمت الفكرة? تمام. ويحسن الارنينج ايكونومي. الارنينج ايكونومي بيزيد جدا. افكر لما كنت اخلطه في الجزء الواني كان برضو من ضمن الفاكتورز اللي كانت ايكونومي. اللي هو بتعمل اعلى حاجة بقال لي مجهود. توصل الى اعلى حاجة بقال لي مجهود هو ده الايكونومي. فاكرين? فاكرين. انت ما ما يتكونش عندك حمض اللي كتيج بسرعة في العضلات. فتتعب بسرعة. لا فهو بيزود بتاعك عشان انت عبس بسرعة. دي من اهميته. تمام? رقم تلاتة الانتربال ترينينج. تمام? الانتربال ترينينج كده لابس يا اولاد. عشان ايه يعمل اصارة الكاردوبايموني متبرك والنيورو ماسكر ادابتيشن. بس يا شباب الانتربال ترينينج ده احنا قلنا انه بيبقى يعني فيبقى خلاص وصلنا لكلوز الفيوتو ماكس. بتخيل? طبع لما تبقى توصل لكلوز فيوتو ماكس ده بيعمل عندك ان ده مع تاخد فترة راحة لانترك بيبقى في فترة راحة. تبقى الواحد لواحد زي ما قلنا. عشان يحسن الكاردوبايموني دي المتابوليك والنيورو ماسكر اللي بتاعتشن بتاعتك. يعني الكاردوبايموني هنا بتحسن جدا. ليه? لان احنا كنا خلاص قربنا من الفيوتو ماكس. عدينا مرحات السريشورد. كمان. وصلنا للمرحات اللي احنا قربنا الفيوتو ماكس. فخلاص انت فيوتو ماكس وصلت لها يبقى انت كده الكاردوبايموني عندك هيتحسن. الكاردوبايموني هيتحس. وميتابوليك هيتحس. والنيورو ماسكر هيتحسن. كلها هك هيتحسن عندك. تمام? تمام. اهو. زيس قال له. او اللي عملنا نقول فيها. فورا جريتا ما امانتوف طايم اللي حلمدة كبيرة. تمام? فيو ده بيزود وبيحسن الله. الله. وصلنا بقى لحطة حلوة اللي هي قال لك ايه? ايه روبك متابوليزم. ولو حد دورها ايه روبك لأ خلي بالك ان هي ايه روبك. مش ايه روبك. طيب المحاضرة كلها كان بتكلم على ايه روبك. ليه دلوقتي دخلتلي قلتلي ايه روبك. بص يا شباب. حط قاعدة في دماغك. ايه روبك انتينستي قليلة. ايه روبك انتينستي اعلى. حطها في دماغك كده قاعدة وكتبطع عشان تريحك. انتينستي. وله يلا يبقى انتا كده شغال ايه روبك. معتمن علي الاكسون. طب الايه روبك لأ الانتينستي كانت عالية. طب دلوقتي انت عايز ذ يا ايه روك Book . طب ليه انت قلتله كل مرة انا كنا من زوبي ايه روبك كارديو فاسكال ليه قلتله المرضى ايه روبك وعاش زوتها. انا في معم دلوقتي ان الانتينستي تبع ليه يبقى انا هتزودي الانويى روبك لهوا يعني مش مؤتمن علي اكسجين حين انتين استباعت عالية. تمام? طيب ايه الفكرة ان انا هتزود الانيروبك متابلزم? بص يا شباب انايروبك متابلزم يعني انت هتزود في الكوة. طيب انا ليه هتزود في الكوة? بص من للايروبك هتزود لك انديورنس. لكن الانيروبك فتنس. طيب انت عسى ليه هديكم مسهل بسيطة عشان تفهمها. لو انت مسلا لاعب كرة. اي حد في كم كده حتى مش شاب اللي بيقع الكور. مهم جدا انت عشان تقدم كويس انت تتحمل في الماتش وما تتعبش. اللي هو ايه? مش من اول خمس دايق تتعب. لا انت بتاعك بيبقى عالي. معتمل على الايروبك سرساس انت بتلعبها. طيب. فالتطول الماتش بتجري عادي بسرعات عادية. عادي. اللي هو تمام ما بتعبش. لكن في جت فترة بقى من الفترات في الماتش مسلا محتاج ان انت تروح بالكورة وتفتح السبرينت عالي جدا وتمشي بسرعة جدا. ومحتاج كوة عضلية. عشان تديك سرعة دي. فهو ده الانيروبك موتابولزم. هي دي الحتة اللي هتفدك ان تفتح السبرينت وتوصل للجون كيب جون. عرفت ليه الانترفال ترينيج لما بتلك اعلى بين الانتنست هايزود لك الانيروبك موتابولزم. في اهمت الفكرة? ان الزيادة الانترستي مرتبطة بالانيروبك بتحسين الانيروبك موتابولزم. هتتمهم جدا نخلي بالك معها عشان بتجي في الامسك يو. هبتلك اوه. لو جابها لك مع الانترفال ترينيج واحد لك ان هو موتابولزم? ولا اه? ايه? ايه خلي بالك اللي هي انايروبك. تمام? تمام. طيب. الريبتاشن ترينيج. الريبتاشن ترينيج ترينيج تحطه اعلى من المرة كنا قريبين من الكلوزت فيو تو ماكس. المرة دي اعلى من وفيه من تلاتين تسعين سكة. تمام? تمام. ده عنيف جدا اجريسيف احنا كل مرة بنعلم. لو تخلي بالك. حتى هنا قال لك ايه? من واحد لخمسة. يعني لو اشتغل دقيقة واحدة هي رايق خمس دقيقة. انت متخيل? متخيل الفكرة عاملة ازاي? انه ده عارف جدا. اسمه اللي هو اللي كان في الجدول اسمه تمام? انت استحته اعلى من عشان كده قال لك من تلاتين لتسعين ساكن. من واحد لخمسة. يعني لو اشتغل دقيقة واحدة هي رايق خمس دقيقة. انت متخيل? متخيل اللي هو عنيف? تمام. عشان كده محتاج ان انت تعمل عالية جدا عشان تمنع الرابط نوة تكون حمض في العضلات. اللي هو هيعمل لك شد عضلي لو تكون. الحتة اللي هو السطر اللي بدامك ده هو هو. ما انا قلت لك. النوة لو اشتغل دقيقة واحدة محتاج ان هو رايق خمس دقيقة. فهو اسمه يعني محتاج كانت تعمل ريكافوري طويلة. انا قلت لك لو اشتغل دقيقة هتريح خمسة فانت كده تريح براحتك. لان هو اسمه ريبيتاتف تريني. اللي انت نسي تحته جريتها ازاي الفيتو ماكس. طيب متخيل ان هي عالية عن الفيتو ماكس. متخيل الفكرة? طيب. هيحسن لي طبعا عندي سبيد. هيزود الكاباسيتي. هيزود التوليس بتاعك في الانيروبك متابوليزم. ها. حسن لفس السؤال هو ليه كتب بنا انيروبك? مش ايه روبك? ها. والله عبا انت يعني انت لو ما قلت لاش او مفهمتاش بعد ده كله انا ازعل منكم جد يعني. ها. تاني اول تاني. انا روبك متابوليزم. زود في الانتنستي. طب هو زود في الانتنستي. يا راجل يا رو اول سطر. يقول لك. كوندكتت انت عايز ايه تاني. يعني انت عايز ايه تاني. ملاحظ لخمسة. يعني فضل ايه تاني. قال لك بعد كي اهو المحتاج كبيرة. يعني هو عالية. فواجه لك هيحسن الانيروبك متخيل? متخيل. كلام سعي ولا صعب. اوض الكلام سعلي جدا وموضح لك يعني اخر واحد دلوقتي الفرط. قلت لك ايه بياخد من كل واحد شوية. او مش كلهم او يعني اولا بياخد اول واحد والتاني. اللي هو واللوة ايه. تمام. طب حصل لك سؤال كده. مين فيهم اللوة ايه? بنتقدر اني ساخن شوية. اللوة ايه? تسخين. لأ الاولاني اللوة. طيب اللوة عايز بقى دخله في احساس المسابقة الكمبيتشار ايه واحد. وفضل غيره. تمام. يبينت تتعمل بين الاتنين. سبعين في المية الفيتو ماكس اللي هو كان ايه? لو لو يوصل به اللي هو ايه? اللي هو اللونج سو دستانس. دماء قالك هو حطيك رقم بالمورده مش مهمة يعني واسد يقول لك ان خمسة وتمانية تسعين في المية الفيتو ماكس اللي هو اللي هو يعني اللي هو عند متخيل يعني مواردنش للمية في المية يعني من خمسة من خمسة وتمانية تسعين اللي هو يعني ايه? يوصل به البيستيمبو. هو مش رقم في الجدول اللي احنا مكتوب في اللي كان مكتوب في الجدول. لا. هو قال لك في الجدول. تبع البيستيمبو ان هو يعني يقال لك عندي. فتما فهو حطيك رقم هنا يعني يعني يماشي عادي فاهم? ما يشغلكش. الفكرة انت بتعمله ايه? في في انهي تمارين مسلا زي مسلا السايكلينج تتماشى بتعمل سويمينج. فمحتاج انت تعمل ميكس من الاتنين. متخيل? تعمل ميكس من الاتنين. هو اسمه بتاخد من تعمل ميكس من اللونج سلو على سبين في المية. على سبين في المية في ويتو ماكس. والبيستيمبو ياسي دي هنا هنمشيه من خمسة وتمانية تسعين في المية. في ويتو ماكس. زي ايه? مساء زي السايكلينج زي السومينج. تمام? تمام. هده بيحسن ليه? خلاص بقى بيحسن الفيوتو ماكس هتحسن طبعا. الاكترسي ريشوت. طبعا زي ما هتحسن طبعا هيتحسن. طبعا هيتحسن. طبعا هيتحسن. كل عاجة هيتحسن. وانت عامل ميكس من الاتنين. فبتاخد فايدة ده بتاخد فايدة ده. وتخيل? خليك زكي. خد فايدة ده وخد فايدة ده هتلاقي هي هي نفس الفايدة بتاعت الفيوترينج. لانه هو ميكس بين الاتنين. والبيستيمبو. تمام? تمام. بص بقى يا ولادي. طب انت دلوقتي حاجة مهمة جدا بعد. دلوقتي معاك اللعب بتاعك ده. او المرض اللي جاي لك. هتمشي على النظام. الاولاني ولا التاني ولا التالت ولا الرابع ولا الخامس. هم? فكر فيها كده? هم? الاولاني? لا. لا بالتاني? لا. يبقى التالت? برضو لا. يبقى خلاص كده الرابع. برضو لا. يبقى لا خير عشان بيقى يمسك الاتنين. برضو لا. بص يا ولان. الفكرة هنا ان انت هتعمده الخمسة. ازاي هتعمده الخمسة? يعني هو مسلا جاي لك. فاول مرة في بداية الموسم مسلا. موسم كورو. في البداية مسلا في بداية الفريق بيلعب وهو ايه? بيسخن وكده. حيمشي بالمدارب عليه. حيمشي في الاول على البداية التسخين على لونج سلو. متخيل. طب بعد فترة. دخلنا شو عايزين نحس بقى حساس المنافسة. هنمشي على البستم. طب عايزين نتطور الموضوع شوية. طب بعد كده نتزود شوية عنوصل بقى على نفيتو ماكس. يبقى يبقى انت الموضوع هتمشي على حسب انت بتاعمل التمارين في اليوم. لو بتعملوا في في نفس اليوم. يبقى هتقسم التمارين مثلا لو انت بتعمل التمرين بتاعك. لو لو لاكن مثلا تات ساعات يبقى هتقسم تلات ساعات على الخمس تمارك على الخمس انواع اللي احنا قلناهم. اللي هو Breakfastymbutc. طب اسبوعيا يومين مثلا لده. يوم لده يوم لده يوم لده يوم لده. هتوزع. يبقى الخمسة بروجروم هتعملهم. سوها كنت في يوم او سواء كنت فيسبوع او سواء كنت بالشهر. متخيل الفكرة او سواء كنت بالسنة حتى. في الموسم بتاع كله يعني. ده ما معناها اسمها ايه؟ بريو دايزيشن. الحيط دي مهمة جدا. الريفير ده اسمه بقى ان انت تخلي ان انت تعمل خمسة مع بعض. سواء كنت تفعله في اليوم او في الاسبوع او في الشهر او في السنة اسمه يعني جاي من فترة. يعني متفاهم اللي هو الاسم منها يعني ايه بتاخد فترة من كل حاجة فاهم? هتخلي كل ده ده فترة معينة ده فترة معينة ده فترة معينة اللي هو ايه? يوميا او سبايا او شهريا او سنويا. تمام? تمام. اذا نجي بعد كده ايه? لا ما خلصنا اش حاجة بعد كده يعني. هكذا خلصنا. تخيل? المحاضرة خلصت. او والله خلصت يعني. الوقت الحل بعد بسرعة. تعال بقى نشوفوا شوية كده سوارين كده بسوط. حلو انتو بقى. انا مش هتكلم. حلو انتو. كل ما تزود الدوريشن. كل ما تزود الدوريشن. كل ما تزود الدوريشن يحصل لها ايه? مفروض يعمل لها ايه? زودتها? بحرام عليك بقى يعني يا صوت اندوعة في الكلام ده. كل ما تزود الدوريشن تبقى عالية لازم نازم تقلل في الدوريشن. عشان تعمل ادابتيشن. فهيانا اقول لها تبقى فولس. تمام? طيب. طبعا ترو. يا ابن ركز معايا. ترو ايه? انا اللي وزيزها. انا قصدي ان انت ترى السؤال بالروحة. يعني في سؤال زي ده انا جايبه لك عشان تحس كده انتكلم جميل كده وارا بعض وارا بعض وحلو حلو كذب لك كل حاجة الانتنسي والدوريشن والفريكوانسي فتتدها ترو على طول. ايه را الكلام بالروحة? عشان في الحتة تديف الامتحان بتلغبط بجد يعني. تلاقي جملة كلها تحس انت قريتها كلها في النفس الصفحة فتقول دي انا اقاريها بالزبط. وتلاقي كلمة واحدة غيرت الجملة فتغير معناها خالص. بولك انت عايز تعمل في الاوروبك اندورنسي بفورمانس عايز تزود في اندورنسي بفورمانسي. عايز تحسن. عدها هيعمل انفول بيه? ديكريزنج انتنسي ودورشن بفريكوانسي لأ? مكيد مش ديكريزنج اكيد انت عايز تزود في بتتابع كده مع بعض. يبقى ايه? ليه? لان اتكمل غلط هنا هتبقى انكريزنج. تمام? تنتبع معنا ان انت اصلا بتزود. فهدكريزنج غلط. فاهم الفكرة? بس كده. وبكده تكون المحاضرة انتهت يا شباب وانت تكون انتوا فهمتوها واستوعبتوها. نعمل كده يعني مراجعة بصنا كده عليها ونقول احنا اتكلم فيه النهاردة. متزقش مني ده بديتين بس كده هنقول بس العنوين خلاص. احنا كده خلصنا المحاضرة يعني. بص يا سيد. يلا بقى تبقاش بطيط. اتكلمنا النهاردة في المحاضرة علي ايه? اتكلمنا في بتاعة الفاكتوري ازاي نعمل ديزاين برو جرام. بناء على الفاكتور اللي احنا قلنا قبل كده. ده الحاجات اللي احنا قلنا قبل كده. وتكلمنا في الانواع بتاعة الخمسة بتوعنا. اللي هو ايه? الانج سلو والربيتاتي وال والفاكتوري. اتكلم كل واحد فيهم بالتفصيل. مهم جدا مهم جدا تبقى عارف ده انا جيبك بثلاث طرق. تمام? الانتست تحتك بثلاث طرق. مهم جدا تبقى عارف كل ما زودت الانتست كل ما تبقى اولا يا لقد انا قلت اه. تمام. اه كنتم طرق اللي احنا بنجيب فيهم بالفيوتو ماكس او ماكس المنهورة تريت او بالسكيل. قوله بتدي نفسك كم من عشرة. ثلاثة اربعة كمسة كذا. تمام? تمام. جدول يعني ايه? جدول يعني في الامتحان ويش على طور هيجيب لك واحد من دول. فاهم ويلعب لك في الارقام. وانت حر بقى قد نقولت لك. جدول امتحان ويش قد نقولت لك. دوريشن والفوليوم كل دوريشن والفوليوم. قلت لك ايه? كل تبقى عالية. وتلست تبقى عاملة ايه? رب قولو بقاء اولين. اه. القانون ده مهم جدا. القانون ده مهم جدا جدا جدا. وحيلاغبطك في الامتحان في الامسكيو مع القانون ده التاني ده. هيغير لك وحط لك واحد من ده على واحد من ده واحد من ده ويغير لك كلمة من اللي مسلا من فوق. يقول لك مسلا لنا مسلا في التاني يقول لك مسلا ايه في مسلا يساوي فتقول له لا خلي بالك واغار لك كلمة تفاهم شاء لك يعني خلي بالك تفاهم ممكن بس نشيل لك وحطي لك مسلا فخلي بالك بوضك الدنيا فهيبقى التلات عوامل لازم يبقوا مع بعض في مسافة في هديك خلي بالك متقوانين انه يبقى في الامتحان وبيضع بطط تمام اه قلنا ايه تزود بس خلي بالك ما تزودش عن عشرة في المية كل اسبوع تكلمنا طبعا في الانواع كلها بالتفصيل يعني مش عرفة نعيدها تاني احنا خلاص اهم حاجة بس في الجدول ان انت تتخلي بالك من الارقام خلي بالك من الفريقونسي قريبة جدا وانت بتذكرها بتدريك كده سبعين في المية عند الاكتيت كولوس فيوتو ماكس اعلى فيوتو ماكس الاخير بتاخد بين الاثنين اللي هو وعليين اللي هو والبس تيمبو من اللي بيسخل اللونج سلو بولة تاني بتحقيق دوقتي حاسسوا بيحسس المنافسة بقى في الكمبيتشن تمام? وتكلمنا على كل واحد بالتفصيل وجاء تمام. وفواية كل بيجرم بتخلي بالك منها تمام? تمام. قلنا كلها. اه البيستيمبو اهو. تمام? اه. انت نست عبرها ايها? اعلى حاجة. تمام? اه. وقلنا على هميته. طب. اه. قلنا كل حاجة اه. تنست عالية جدا. تحسين اه? ان الاني روبك ميتابوليزم. ان الاني روبك ها? ان الاني روبك ها? ان الاني روبك ها? كل ما بتبقى عالية اكتر كل ما تحسن الاني روبك. مهم في في السترينس. تمام? اه. بيحسن برضو ايه? هم? لاني روبك ميتابوليزم. تمام? في فيوتو ماكس اعمل ايه? الانتريستي. اعلى في فيوتو ماكس. ها الورك ريست ريش? مهم لخمسة امي جدا. مهم جدا الحتى دي. خلي بالك. وتلقبطش بالتاني اللي هي واحد لواحد. في واحد تاني في الجدو ولا هي واحد لواحد. تلقبطش باندو دي. خلي بالك. خلي بالك ان الريبتال في تريننج اللي هو الرابع ده. ليه اسمي تاني هناك. خلي بالك بيلعب بالاسمي في الامتحان اللي هو اوريه لك تاني هو. وده اوريه لك عشان بيجي في الامتحان. اه? اركز معي. اللي هو خلي بالك ان هو 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 تمام يا شباب? تمام. قاملت نبع لك وضع عشان لو حد مش واخد باله. واخير حاجة وانها الفرط الليك طبعا واخد من الاتنين. وانك طبعا بتعمل خمسة على حسب يوميا اسبوعيا شهريا سنويا. اسمها ايه? واخر حاجة ده وطبعا قلنا الاسئلة. واستودعكم الله. ان شاء الله تكون محادة تكون مفهومة. نكون يعني جبناها من اولها الاخيرة وما سيبناش حاجة. واي استفسار واي حاجة نشافهومة كتبيني ان شاء الله في الكومنتات بعد الفيديو ما ترفع. وطحت امركم في اي حاجة. وان شاء الله نلتقي بكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركة.